ان تكون لكل العراقيين لا لبعضهم مبدأ عرف فيه القادة الحقيقيون لشعوبهم فمن يتابع عمل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يدرك ان ساعات يومه تتجاوز الاربع والعشرين ساعة فهنا يحط رحاله في ابتدائية المنصور التأسيسية واعدادية بغداد للبنات كمركزين لامتحانات طلبة السادس الاعدادي ليحث القائمين على ضرورة توفير الاجواء المريحة للطلبة ومراعاة الظرف الصحي عبر الالتزام بكل التدابير الوقائية الكفيلة بحمايتهم من فيروس كورونا لتتجه بوصلة الكاظمي الى اقليم كردستان وتحديدا اربيل في زيارة تعد هي الاولى منذ توليه منصب رئاسة الحكومة وفي جعبته ملفات الرواتب وادارة المنافذ وواردات النفط الى جانب ايصال رسالة مفادها بان الاقليم جزء اساسي من العراق المتكامل جاء ذلك خلال لقاء ايه زعيم الحزب الديموقراطي الكردستان مسعود البارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني ومن اجل ان تعم الفائدة على جميع العراقيين في تعزيز موارد دولتهم تفقد رئيس الوجراء منفذ ابراهيم الخليل في قضاء زاخو بمحافظة دهوك كاشفا من هناك عن اجتماعات مرتقبة بين بغداد واربيل لتنسيق العمل والوصول الى حالة التكامل في المنافذ الحدودية لا فرق بين عراقي واخر فالكاظمي جسد ذلك خلال زيارته مخيم قادية الذي يقطنه الايزيديون ليؤكد لهم حرصه الشديد على عودة جميع النازحين الى مناطقهم بعد ترسيخ الامن والاستقرار فيها ليكمل رحلته في احد مواقع جريمة الانفال بوضعه اكليلا من الزهور استذكارا لضحاياها رحلة الكاظمي مستمرة وهدفها الاساس تثبيت دعائم العراق الواحد الموحد فياترى الى اين ستكون وجهته بعد الاقليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة